هل هي بداية للتراجع؟ منذ أربعة أعوام كانت هذه القوات هي الممسكة بالعصى الغليظة في اليمن أما اليوم فإنها تؤثر الانسحاب فموازين القوى في المنطقة أصبحت مختلة وفق ما أوردته تقارير أمريكية كانت القوات الإماراتية قد غاصت بأقدامها في رمال مدينة عدن إبان تحريرها من ميليشيا الحوثي منتصف 2015 وحتى اليوم تحكم قبضتها على المدينة وتضع مصيرها بيدها بعد أن أنشأت قوات تدين بالولاء المطلق لها يعسكر الإماراتيون في ميناء المخى الذي حولوه لقاعدة عسكرية ومعسكر البريق بعدا ومقر شركة الغاز في ميناء بلحاب شبوى ومدينة المكلة وبنسبة أقل في معسكر تداوين شرق مأرب وهي مناطق تصنف بأنها الأكثر تحصينا حدث ذلك بعد أن تعرضت تلك القوات لضربة قاصمة في الأشهر الأولى للحرب حين قتل 45 جنديا بقصف حوثي وهو الحادث الذي حد من مشاركة تلك القوات في القتال ميدانية ليحصر دورها في الإشراف فقط يعز الإماراتيون خفض قواتهم في اليمن إلى استمرار الهدنة في الحديدة والتحسن في كفاءة وجاهزية القوات الحكومية وتراجع حدة المواجهات ضد الحوثيين لكن مصدرا عسكريا في الحكومة قال إن الإمارات لم تسحب أي من قواتها وأن ما حدث هو تقليص لحجم الآليات العسكرية التابعة لها في مناطق لا تمثل لها حضورا محورية مثل سحب منطومة الدفاع الجوية من صرواح الإماراتيون سحبوا أيضا دبابات ومدرعات كانت تتمركز في ميناء عدن غير أن الميناء لا يزال بالكامل تحت سيطرتهم من خلال قوات الحزام الأمني يضيف المصدر يصنف مراقبون الأحاديث المتعلقة بالانسحاب الإماراتي بأنها محاولة لامتصاص موجة الصخط الشعبي المتصاعدة ضد الإمارات وسلوكها العبثي في اليمن والمؤكد أن أبو ضبي لن تتراجع من المحافظات التي فرضت وجودها فيها عند بدء الحرب